وضم إلينا مشاهدين هذه المرة في استوديو الحرة الكاتب والمحالل السياسي السيد هشام ملحم. سيد ملحم مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. وكيف قرأت سيد ملحم كلمة المرجعية هنا؟ هل هي حقا دعوة لحل الحجد وضمه إلى القوات الأمنية؟ أم أن يبقى ضمن أسياق الحالي للحجد؟ الآن وبعد إلحاق الهزيمة الكاملة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية بدأت معركة أخرى أي تقرير مصير ومستقبل قوات الحجد الشعبي. فلنقولها بصراحة هناك صراع على هذه القوات وهذا الصراع ونتائج هذا الصراع سوف تحسن مستقبل العراق السياسي. هناك ائتلاف بين رئيس الحكومة العبادي وأيات الله السستاني وشخصيات سياسية عراقية مثل مقتضى الصدر تريد أن تمنع العراق من الوقوع بكامله في الفلك الإيراني. في المقابل في هذه القوات الحجد هناك تنظيمات مثل عصائب أهل الحق التي يقودها أبو مهدي المهندس التي تدين بالولاء لآية الله الخامني في طهران. هذه القوات ترى كما قال قيس الخز علي مؤخرا أنه إذا كان هناك تناقض بين السلطة السياسية والسلطة الدينية بمعنى آخر السلطة الدينية في طهران أو في قم فأن هذه القوات سوف تتبع السلطة الدينية. هذه القوات عصائب أهل الحق وغيرها ترى أنها جزء من ما يسمى محور المقاومة في المنطقة. بمعنى آخر إذا طلب من هذه القوات العراقية أن تحارب في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان آخر فأنها سوف تفعل ذلك. لكن سيد ملحم عذرا على مقاطعتك. عصائب أهل الحق أيضا السيد الخز علي أيضا أعلن عن استعداد هذا الفصيل نزع السلاح وحصره بيد الدولة. إلى أن يتم ذلك أنا لا أصدقه إلى أن يتم ذلك أنا لا أصدقه قيس الخز علي قام بزيارة غير رسمية أو غير قانونية حتى إلى جنوب لبنان وتحدث عن قتال القتال المقبل مع إسرائيل إلى آخره. هل هو يمثل العراق أم يمثل إيران؟ طيب ما الذي تستشفه هنا سيد ملحم في تخصيص أسستاني كل هذه التوصيات في خطبة الجمعة لهذا الأسبوع؟ هل هو قلق منه من وجود هذه الفصائل المسلحة أم نيته أن يؤثر هذه الفصائل بإطار دستوري وقانوني هنا؟ المشكلة هي أن هناك قانون تأخذ في البرلمان العراقي في 2014 بعد ظاهرة داعش والخوف من داعش وضرورة مقاومة داعش. الآن هذا القانون يعطي هذه القوات الحشد بعض من الاستقلالية من الصعب الالتفاف حول هذا القانون الآن قبل الانتخابات المقبلة. ومن هنا رغبة المرجعية ومن هنا رغبة العبادي تقوية تلك الفصائل في الحشد التي تدين بالولاء أولا وأخيرا إلى الدولة العراقية على حساب القوى الأخرى. كما قلت هناك صراع مستمر على مستقبل هذه القوات. وإذا كانت هناك بالفعل رغبة صادقة الآن وبعد الحاق هزيمة شبه كاملة بتنظيم الدولة الإسلامية كقوة عسكرية. هذا التنظيم لم ينتهي لأن الإرهابيين دواعش نزل تحت الأرض. ولكن الآن يجب على العراقيين أن يتعذوا وأن يتعلموا الدرس اللبناني المرير. الدولة اللبنانية أخفقت في السيطرة أو حصر السلاح بيدها. ومن هنا بعد 17 سنة من تحريج جنوب لبنان من احتلال إسرائيل. لا يزال حزب الله هو الطرف الأقوى من الدولة. في الحديث عن إيران هناك بعض الفصائل سيد ملحم متهمة بولائها للمرجعيات الإيرانية هنا. هل تتوقع من إيران أن تقبل هنا بحل الحجد؟ هل هذا السيناريو وارد إيرانيا؟ لا أعتقد إيران تريد من خلال حلفائها في الحجد أن تمارس نفوذا كبيرا في العراق. وأن تؤثر على مستقبل الدولة العراقية. وهذا لا يخدم مصلحة العراق الوطنية. العراق الوطني ليس العراق الشيعي. العراق الوطني العربي والكردي. ومن هنا هذا الصراع لتقرير مستقبل الحجد. هام جدا لأنه سوف يساعدنا على فهم مسيرة العراق في المستقبل. العراق المستقل في المستقبل. نعم كنت معنا في استوديو الحر الكاتب والمحلل السياسي السيد هشام ملحم. شكرا جزيلا لك. شكرا.